اشتركوا في القناة للاندية ابطال الدوري وتأهله الى بطولة العالم مشيرا الى ان الانجاز غير المسبوق بتحقيق لقب بطولة اسيا والتأهل الى الكأس العالمية ثمرة من ثمار الرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للحركة الرياضية والشبابية في المملكة وحرصها المتواصل على تهيئة الظروف المثالية امام الاندية الوطنية ونوى سموه بالجهود الكبيرة التي بدلها لاعب نادي النجمة على امتداد مباريات البطولة وتفانيهم في عكس الصورة المشرفة عن رياضة كرة اليد البحرينية في هذا المحفل الاسيوي وصولا الى تحقيق اللقب وتسجيل اسم النادي البحريني في سجل الابطال مؤكدا ان تحقيق النادي للقب لهذا اللقب نتيجة طبيعية لمشوار متميز في البطولة وظهور اللاعبين بمستويات باهرة كما هن اسموه اسرة نادي النجمة ورئيسة واعضاء مجلس ادارة النادي وافراد الفريق والجهازين الفني والاداري على تحقيق هذا الانجاز الكبير في البطولة الاسيوية وحرصهم على تهيئة الظروف المثالية امام الفريق لتحقيق هذا اللقب متمنيا للفريق التوفيق والنجاح في البطولة العالمية وتحقيق الظهور الرائع وتشريف كرة اليد البحرينية هذا وتوج فريق النجمة لكرة اليد ببطولة الاندية الاسيوية العشرين لكرة اليد وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الدحيل القطري بنتيجة 21 مقابل 16 ليكسب الاول لكرة اليد البحرينية وكان الشوط الاول من المباراة قد انتهى بالتعادل بين الفريقين في المباراة التي اقيمت في مدينة حيدر اباد الهندية ترجمة نانسي قنقر